موسيقى ما زالت تعيش هذه العائلة في كرفان صغير بعد مضي 16 شهرا على وقف الحرب الأخيرة التأخر في إعادة الإعمار وتدهور الأوضاع المعيشية لم يدفعها إلى تحميل حماس المسئولية عن ما يحدث أو حتى فقدان الثقة بالمقاومة باعتبارها وسيلة للتحرير ولا فقدت ولا عمرها بتفقد المقاومة هي راس الحربة ما بتفقد المقاومة إحنا عايشين بعيد الله على ظله وحماية الله وسمى المقاومة مين اللي قال لك هذا الكلام ما فيش منه لأن المقاومة لأي عدوان إسرائيلي لحتى كمان الآن الشعبية زادت تبعتها بالنسبة للمقاومة زادت شعبيتها بالأكتر إذا الإعمار طول أكتر من هيك هتفقد إما هي ما بتفقدش للسع لأساس الناس سابرة على أساس أنه صر لها إعمار فانتطولت الإشي ما فيش ما عملوش حلول الإعمار هذا أن الناس ترجع لبيوتهم فهي حتخسر جزء من الإشهادة فنطلب منهم أنهم يعني يعملوا حلول ويتنازلوا لهم شوية بالمعقول حتى تتعمر الدور هذه والتم الشعبية والتمسقتهم زي ما هي في مكانها سنوات طوال من الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وما صاحبهما من ثلاثة حروب ودمار وتراجع في مختلف جوانب الحياة واقع أثر بحسب البعض على مستوى الاحتضان الشعبي للمقاومة الفلسطينية احتضان وتأييد تراجع يقول البعض لعدم تحقيق الإنجازات التي أطلقت لا نستطيع أن نقول أنها فقدت ولكن نقول أنها تراجعت شعبية المقاومة في قطاع غزة لسببين سبب الأول وأنه لم يتحقق إنجاز والسبب الثاني هو أن قطاع غزة تعرض لحروب مدمرة كثيرة واستمر الحصار وتفاقمت الأزمات بدون حلول ولذلك نعم الناس فقدت الثقة نسبيا بكل ما هو مطروح مراقبون يعتبرون أن حماس ومعها المقاومة تأبى الإقرار بتراجع شعبيتها في ظل الظروف المأساوية التي وصلت إليها غزة خلال عهدها عهد تقول الحركة إنه شهد نقلة نوعية على صعيد المقاومة والحكم ما يؤهلها إلى توسيع شعبيتها وليس العكس الشعب الفلسطيني يرى أن المقاومة هي التي حررت قطاع غزة المقاومة هي التي حررت 1057 من أبناء الشعب الفلسطيني المقاومة هي التي ستحرر كل الأرض بإذن الله لذلك أنا أقول كل شرفاء الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم يقفون مع هذه المقاومة الفلسطينية رغم ذلك الوقائع تكشف عن تراجع في التأييد لكل الأطراف على الساحة الفلسطينية تراجع لن يتغير إلا بالموائمة بين مختلف البرامج السياسية المطروحة للخروج بالقضية الفلسطينية من شرنقة الانهيار المتواصل لتلفزيون القدس محمد الأسطل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر